موسيقى السيدات والسادة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذه حلقة جديدة من برنامجكم بالمنطق يأتيكم على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر موجة الاحتجاجات اللي شهدتها مدن فرنسية ومن بعدها مدن سويسرية وبلجيكية بعد مقتل الشاب نائل الفرنسي من أصول جزائرية على يد قوات الشرطة فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة تساؤلات عن مدى اندماج الأقليات العربية والأفريقية المهاجرة في المجتمع الأوروبي تساؤلات عن قوة الشرطة ومعدلات لجوءها للعنف في حالات ربما لا تتطلب هذا القدر من العنف تساؤلات عن العلاقة بين السلطات وبين سكان الضواحي الفرنسية اللي تحولت على مدار السنين إلى حصون منعزلة ليها أحكام مختلفة تماما عن العالم اللي حواليها وبتعيش في عزلة صنعها الفقر والاختلاف الثقافي والعرقي تساؤلات حتى حول قدرة فرنسا وأوروبا عموما على التعامل مع هذه الظروف التي تعتبر في أهون التصورات قناب الموقوطة تنتظر الانفجار في أي لحظة هل نحن أمام نتاج سنوات وسنوات من الضعف السياسي لدولة لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مشاكلها الاجتماعية والأمنية؟ هل ننتظر من فرنسا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع مثير الشغب وبالتالي يترد عليها بمزيد من الاحتجاجات ويتحول الأمر إلى حرب أهلية بين الأجهزة الأمنية والمهاجرين بشكل عام؟ الأخطر من كده هل أوروبا مستعدة لتسعى رقعة هذه المشكلة على اعتبار أنه ما فيش عاصمة أوروبية تخلو من جيتهات المهاجرين الأفارقة والعرب؟ واللي احنا ببساطة أمام دولة تعتمد قيم عنصرية صريحة وتعتمد التمييز ضد المهاجرين في الوقت اللي بتقدم فيه فرنسا نفسها على أنها قلعة الديمقراطية وحسن الحريات والمساواة الموضوع مش جديد ومرشح للاشتعال السريع في أي يوم ومع أقل دافع ومع أكثر مظالم المهاجرين وفي كل مرة يندلع هذا النوع من الاضطرابات بترجع التساؤلات الأكثر الحاحن منذرة بمزيد من الخطورة بعد الفصل هنتكلم عن الانفجارات المتتالية للعنف في فرنسا خلال العشرين سنة اللي فاتو كاميرا الظاهرة الإخبارية تخطية مباشرة وعلى مدار الساعة عين المشاهد على كل جديد أعمال أن نحن متمرون في إضرباتهم من غزة باريس من موسكو حسين من واشنطن في نيورك بروكسل هناك استعتداد لدعم الأوكرانيين ميدانيا المتحدث الثاني للأمم المتحدة قد تحدث عن أعداد القتلى موسيقى هنا في مدينة أنطاكيا هي رائحة الجسد رائحة الموت المانيا وبولندا هم أكثر دولتان تتحمل عدداً كبيراً تخطأ ب2 مليون لاجئ لا يمكن التعامل مع الضفة الغربية باعتبار أنه ساحة معرة منقصلة موسيقى اعتبرت روسيا على أن تحالفها وتعميق العلاقات مع الصين هو أمر ضروري موسيقى هناك رأي عام يرغب في معرفة المزيد عن هذه الأجسام الطائرة موسيقى 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 اشتركوا في القناة في 27 أكتوبر 2005 انطلقت شرارة واحدة من الاحتجاجات العنيفة في فرنسا وكانت بالمناسبة بسبب اتنين من المراهقين تعرضوا للصاقب الكهرباء اثناء هربهم من الشرطة في محطة تحويل كهربائية في ضاحية كليشي سوبوا بالعاصمة الفرنسية باريس قصة مأساوية تسببت في حالة غضب شديدة في الشارع وانتشر الشغب في كل انحاء العاصمة وامتد خارجها وده اللي دفع الرئيس الفرنسي وقتها جاك شيراك انه يفرض حالة الطوارئ في البلاد الشغب والكر والفر بين المحتجين على تعامل الشرطة الفرنسية امتد حوالي 3 أسابيع نتيجتها في النهاية اعتقال اكتر من 10.000 شخص الرقم ده حصل في عاصمة النور ودولة الحريات الشخصية والحريات العامة ده غير تدمير آلاف من المباني والمحلات التجارية والسيارات لكن لما يتعلق الامر بامنهم القومي الحريات والنصائح العظيمة اللي بيقدموها للاخرين يمكن وضعها على جنب لان الامن القومي يسبق كل شيء وهو ده المفروض على فكرة يعني انا مش معترض او محتاج ان دولة تحافظ على امنها بما يتراء لها من اجراءات امنية انا بس باستغرب ان نفس الدولة تيجي في وقت ما تستنكر على الدول الاخرى الحفاظ على امنها وسلامة مواطنيها بما يتراء لها من اجراءات امنية المهم انتهت الاحتجاجات ولكن بقي ما في الصدور في الصدور وبقي الجميع يعشعرون بالقلق وبان الامر سهل جدا ان هو يتكرر في اي لحظة ولم تتأخر اسباب الاحتجاج بعد عامين بدأت التحركات مجددا والسبب هذه المرة كان سيارة شرطة السيارة قتلت اتنين من المراهقين في حادث تصادم في باريس وقتها كان الرئيس نيكولاس ساركوزي لسه مستلم الحكم يوم 16 مايو والاحداث اشتعلت يوم 25 نوفمبر 2007 مدت لهش فرصة ينتظر في مقعد الرئاسة كثيرا بلا اي ضجيج تدافعت الاحتجاجات واندلعت حالة من الغضب في الشارع بعد تعرض المراهقين لاثنين للوفاة نتيجة لحادث التصادم الاشتباكات كانت عنيفة بالفعل واصيب فيها حوالي 130 من رجال الشرطة وتعرضت اكتر من 70 سيارة ومبنى للحرق كان من بينهم مكتبة ومدرستين ومركز شرطة بالاضافة لمتاجر وفقا لوزيرة الداخلية في هذا الوقت ميشيل أليو ماريه أصيب العديد من ضباط الشرطة بشظايا وطلقات نارية وتم اعتقال 39 شخص في عهد ساركوزي برضو تجددت الاحتجاجات الكبرى في 2010 يعني ما طولتش في الانتظار واشتدت المواجهات العنيفة بين طلاب الجامعات والشرطة كان السبب في الغضب هذه المرة هو اصلاح نظام التعليم العالي موجة العنف تسببت في اغلاق الجامعات وكانت حالة برضو من الفوضى الواسعة عقب هذه الموجة العنيفة التقت المحتاجون الفرنسيون أنفسهم وتوقفوا عن موجات الغضب والخروج في الشوارع حوالي 6 سنين لتعود مرة تانية في 29 فبراير 2016 في عهد الرئيس فرانسواء أولان وتنطلق الشرارة من أحد مخيمات اللاجئين بعد إصدار قرار بإخلاق جزء من هذا المخيم موجة العنف دمرت الملاجئ المؤقتة والخيام وأصيب فيها 40 شخص بينهم ضباط شرطة ولاجئين وتم اعتقال أكثر من 200 شخص كل اللي فد في كافة وما حدث في عهد الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون في كافة أخرى الزمن ده شهد عدد لبأسة به من الاحتجاجات هي الأكثر عنفا بدأت بمعرفاه العالم بمظاهرات أصحاب السترات الصفراء خرجت حركة السترات الصفراء في البداية للتنديد بارتفاع أسعار الوقود والمحروقات وزيادة تكاليف المعيشة وامتدت المطالب من هذه الحركة لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية لسنتها الحكومة واللي اعتبرتها حركة السترات الصفراء أنها إصلاحات تضر بالطبقتين العاملة والمتوسطة وتقوي الطبقة الغنية الحركة لقت تفاعل من كثيرين خارج فئة السائقين والعمال بعد أن وجدوها تطرح مطالب تهمهم مثل تخفيض قيمة الضرائب على الوقود مثلا ورفع لحد الأدنى للأجور ثم تطورت الأمور فيما بعد ووصلت إلى المطالبة باستقارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو على اعتبار أن كل المظاهرات يجب أن تنتهي بالمطالبة بإسقاط النظام القانون الفرنسي يجب على جميع سائق السيارات أن يكون معهم سترات صفراء داخل سيارتهم سترات اللامعة العكسة دي وبيبقى مطلوب منهم يلبسوها في حالات الطوارئ وبما أن فرنسا وقتها كانت تعيش طوارئ اقتصادية كما قال المحتجون نتيجة لزيارة الضرائب اخترأ أصحاب الاحتجاجات السيارات لتكون أيقونة المظاهرات وهو ده اللي حصل بالفعل خرج حوالي 290 ألف متظاهر في 17 نوفمبر 2018 ودي احتجاجات سقط فيها عشرات من المصابين سواء من جانب المحتجين أو من جانب الشرطة وتعرضت محلات الشمز لزيء للنهب وتم اعتقال أكتر من 11 ألف شخص بعد عامين كان مكره على موعد آخر مع الاحتجاجات بالتحديد ليلة رأس السنة لعام 2020 بالمناسبة كانت احتجاجات غريبة الأسباب العالم كله كان بيعاني من فيروس كورونا وكل الدول بتقوم بإجراءاتها الاحترازية لحماية شعوبها ومن بين هذه الإجراءات الاحترازية تقليل التواجد أو منع الدخول والخروج أو وضع قيود معينة كل دولة كانت بتتحرك وفقا لظروفها لمواجهة الفيروس الشرس وانتشاره السريع في فرنسا الحكومة قررت تفرض حظر التجول لمنع انتشار الكورونا فاندلعت الاحتجاجات وبدأت موجات العنف اللي أصفرت عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى اعتقال أكتر من 400 شخص تكرر الأمر مرة تانية في أبريل 2021 ولنفس السبب حيث بدأت الاحتجاجات من جديد وتحولت الاحتجاجات هذه المرة أيضا إلى أعمال عنيفة وهو أصفرت عن تدمير الممتلكات العامة برضو والممتلكات الخاصة برضو وبرضو قدت الاعتقال أكتر من 160 شخص وفي نهاية 2022 ماكرون كان على مواعد جديد مع الاحتجاجات حيث تجمع آلاف الأكراد في ساحة الجمهورية في باريس للاحتجاج على مقتل ثلاثة من النشطاء الأكراد وسرعا ما تحولت المظاهرات إلى اشتباكات مع الشرطة الفرنسية عقبتها مناوشات بين المتظاهرين أنفسهم بينهم بين بعض ثم بدأوا في إضلاق الشوارع وتم اعتقال 12 شخص وأصيب فيه هذه الأحداث 31 شرطي وكالعادة تضررت المتاجر والسيارات سنة 2023 شهدت فرنسا احتجاجين الأول كان مع تظاهرات 19 يناير اللي نظمتها جماعات المعارضة لمشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية اللي اقترحته حكومة إليزبيث بورن واللي بيرفع من سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة وتحول الأمر إلى اضطرابات واسعة وردت قوات الشرطة بعنف مفرط مما سبب انتقالات الأذعة من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إذا التعامل العنيف من جانب الشرطة تاني الاحتجاجات في 2023 كانت الأخيرة اللي حصلت بعد مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة الفرنسية من هو نائل؟ ولماذا تطورت الأحداث سريعا بهذا الشكل؟ هذا ما سنشاهده بعد الفصل يقولون إنه كان محبوبا في الحي الذي كان يسكن فيه ويقولون إنه كان يستعد ليكون نجم رياضي مشغور ويقولون إنه كان شخصا يعتمد عليه ويقولون ويقولون روايات كثيرة تحكي عن الصبي نائل الصبي هي صفة الحقيقية حكاية شاب دي برضو مبالغ فيها شوية لأنه لم يبلغ من العمر الثامنة عشرة بعد وكل من لم يبلغ هذا السن هو في حكم القانون دوليا طفل لذا انزعج الكثيرون من خبر إطلاق الرصاص عليه من جانب شرطي أدى إطلاق الناردة إلى وفاته فورا أو يعني بعد فترة قسيرة جدا فاندفعت الاحتجاجات في الشوارع واشتعلت الأمور نائل شاب جزائر الأصل يبلغ من العمر 17 سنة بالكتير وبيعمل في وظيفة توصيل وجبات البيتزا عايش مع والدته اسمها مونيا في مكان اسمه ننتير وبيلعب رياضة الرجبي رياضة مشهورة في فرنسا ويعني منتخب الفرنسي من المنتخبات القوية في هذه الرياضة مدربه قال أنه هذا الفتى لم يتاجر في المخدرات ولم يتورد في السرقات ودي يعني أمور معتادة يقع فيها الكثيرين من سكان الضحية اللي هو سكن فيها بل أنه وبحسب موقع لفودو نورد كان محبوب في الحي كانت له شعبية كان حلم حياته أن يجي له الحظ ويتغير مستقبله من خلال الرياضة علشان يخرج من دائرة الفقر زي وزي قائمة طويلة من أبناء الفقراء من العرب والأفارقة والمهاجرين من كل مكان اللي حياتهم اتغيرت وحياة أسرهم اتغيرت بعد أن ظهرت مواهبهم الرياضية ولكن صحيفة الاكسي بريس قالت أنه كان معروف عند المحاكم خاصة برفضه لفكرة الامتثال لرجال الشرطة لما يجوا يفتشوا مثلا أو حاجة نائل التحق بكلية في سورانس القريبة من المكان اللي كان عايش فيه وكان سجله في الحضور في كلية ضعيف مش بتاعته عليم قوي صحف الفرنسية نشرت أنه سبق له وأنه وقع في مشكلة وأنه كان معروف للشرطة ولكن محامي الأسرة أو محامين الأسرة أكدوا أنه مالوش سجل لجنيه القصة بدأت أحداثها صباح الثلاثاء والدته قالت أنه قبلها قبل نزوله من المنزل وخرج وفي التاسعة صباحا لقي مسرعه برصاصة أطلقت من مسافة قريبة في نقطة تفتيش الأم لا تصدق هي لم تنجب سوى طفل واحد حلمها أنه هذا الطفل يغير حياته ومن ثم يغير حياتها وهذا الحلم اختفى تلاجم أملها في أن يظل ابنها الذي تحملت في سبيله الكثير والكثير ضع اشتعلت المظاهرات وبدأت حملات التضامن وخرج الشبان الغضبين الاحتجاجات كانت عنيفة شيء متوقع الكل بيحاول تهدئة الغضبين ولكن في المقابل لأنها تصرفات غريبة تصرف غريب منهم يمكن وصفه بأنه غير منطقي بالمرة زادة من حالة الغضب عند المحتجين حيث قام السياسي الفرنسي السابق جون مسيحة بإطلاق حملة لجمع الأموال على موقع جوفاند مي هذا الموقع الشهير لصالح الشرطة اللي أطلق النار رداً على حمل الجمع الأموال لأسرة الضحية خلونا نبص على الفيديو جراف ده واللي بيأكشف جزء مهم من الأزمة ونرجع نكمل كلامه اشتركوا في القناة 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 ما حصل ده أشعل حالة الغضب خاصة مع زيادة نسبة الأموال المقدمة لأسرة الشرطة على التبرعات المقدمة لأسرة الضحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باحتفالات باحتفالات تؤدي إلى أحداث شغب يمكن أن تتحرك الأحداث نتيجة لقرار من الحكومة أو نتيجة لمشكلة يكون طرفها أي شخص ينتمي إلى الدولة الفرنسية خاصة لو كان ينتمي لجهاز الشرطة حالة القلق والتوتر الاجتماعي الموجودة في فرنسا تجعل كل شيء قابل للانفجار وأنه الأمر وكأنه رماد يعلو قطع من الجمر المشتعل واللي بينتظر بس هبة ريح بسيطة تحرك هذا الرماد لتنتشر نيران الغضب في كل مكان مرسل صحيفة فينانشل تايمز البريطانية للشؤون الأوروبية بين هيل كان له تعبير عبقري وهو بلخص حالة الاحتقان الداخلي في فرنسا وقال أنه الاحتجاجات الأخيرة تظهر أن الأحياء الفقيرة والمختلطة عرقيا في فرنسا لا تزال قاعدة على برمير من البرود وأنه مشاعر سكانها بتعاني الشعور بالظلم والتمييز العنصري وإهمال الحكومة لي بالمناسبة وزير المالية برونو لومير قال أنه أكثر من 700 متجر ومطعم وفرع بنكي تعرضوا للنهب والسرقة وأحيانا للحرق حيث دمرت تماما منذ بداية الاحتجاجة أما وزير العدل الفرنسي إيريك ديبو موريتي قال أنه 30% من الذين ألقي القبض عليهم لا تتجاوز عمرهم 18 سنة نحن هنا أمام مشكلة عميقة أساسها هو عدم الإحساس بالانتماء ركنها الأساسي الأصيل هو التاريخ الطويل من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تضرب بجذورها في الأحياء الفقيرة أضف إليهم هذا الإرث الطويل من الإهمال الحكومي كل ده بيخلق ظروف مناسبة بيئة مناسبة لأعمال الشغب التي ستظهر في أي حدث مهما بدأ صغيرا بالمناسبة بالأرقام هناك العديد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت منذ وصول ماكرون إلى الحكم من بينها مثلا انخفاض معدلات البطالة بين الشباب ولكن ما زالت هناك مشاكل ضخمة متعلقة بالفقر والجريمة والتمييز العنصري الواضح وضعف الأداء التعليمي والإحساس المتأصل بالدونية في ظل بطء خطة 2030 التي وعد بها ماكرون لتطوير وتحسين الأحياء والمناطق الفقيرة بعض التفسيرات بتقول أن السبب هو القانون الذي يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات لإطلاق النار على أي سيارة إذا رفض ركبها الامتثال لأمر الشرطة وعرضوا حياة عناصر إنفاذ القانون للخطر لكن أصحاب هذه النظرية بيتناسوا أن القانون اللي بيكلموا عنه صدر سنة 2017 أي قبل توالي الرئيس الحالي ماكرون للسلطة ولكن ماذا عن بقية الاحتجاجات التي سبقتها طوال السنوات الماضية أضف إلى ذلك أن القانون لم يبرر الاستخدام المفرط للقوة واللي بدورها بتفتح الباب أمام احتجاجات لن تتوقف الأزمة الحقيقية أن استمرار الشغب بيزيد من احتمالية التعامل العنيف معها من قبل الشرطة ده اللي بيزيد الأمور تعقيدا بشكل يخدم اليمين المتطرف اللي بيلاقيها فرصة عظيمة لفرض سطوة ومية عاكرة تكفي لأنه هو يفرض أفكاره اليمينية بعد الفصل نتحدث عن جانب آخر من الصورة قد يقربنا بدرجة ما أو بأخرى من مدى تقبل المجتمعات الغربية للآخر واستعدادها للدفاع عن الديمقراطية عندما يقترب منهم الخطر يوم الأحد الماضي توعدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن المحتجين بالتعامل بصرامة مع العنف في الحقيقة التصريح غريب شوية ولكن بقية التصريحات كانت أغرب وأظن وقد يكون بعض الظن إثم أو كله أن التصريحات لو كانت لأحد مسؤول الشرق الأوسط أو العالم الثالث لانقلبت الدنيا رأسا على عقب وشهدنا اتهامات وتصريحات وهجوم لا يتوقف من منظمات مجتمع مدنية دولية ومؤسسات بحسية ورجال دولة ومؤسسات وكل من هب ودب ولكن الكيل بميكيالين هو نقطة مهمة يجب أن ندركها ونستوعبها إذا ما أردنا أن نفهم دول الغرب ونعيش في هذا النظام العالمي تصريحات رئيسة الوزراء الفرنسية لم تتوقف عند التعامل بصرامة بل امتدت لأمور أكثر أهمية من بينها ما يتعلق بالقضاء الذي ينبغي أن يكون مستقلا وينبغي أن يكون سلطة بعيدة عن أي ضغوط أو توجيهات أو إملاءات سياسية رئيسة الوزراء الفرنسية قالت لوسائل الإعلام طلبنا من القضاء والادعاء العام التعامل بأكبر صرامة ممكنة مع مثير العنف التصريح واضح أنه لا يحمل أي معاني أخرى هي بتقول أنهم طلبوا من القضاء أن يتعامل بصرامة أكبر مع مثير الشغل ألا يعني هذا بغض النظر عن عدلة الطلب من عدمه يعني تدخلا في شؤون القضاء أو دعنا نسأل السؤال بشكل آخر لو أن الأمر يخص دولة عربية شرق أوسطية ولقينا مسؤول بيخرج ويتحرس أنه طلب من القضاء بأنه يتعامل بصرامة في قضية ما هيكون الوضع إيه؟ وكيف ستستقبل وسائل الإعلام الأجنبية هذا الموضوع؟ وما ردود أفعال القوى الأجنبية؟ بالتأكيد كنا هنشوف سيل من الاتهامات بتوجيه القضاء والتدخل في شؤونه عموما مش هذه النقطة الوحيدة الغرب بصفة عامة يشبه بعض الحقوقيين في الشرق الأوسط بيتحدثوا عن الحقوق ولكن ما أن تتضارب المصالح حتى يتناسوا تلك الحقوق والمبادئ اللي بيدفعوا عنها بل أحيانا بيطلبوا أن التجاوز يحدث علشان تتحقق مطالبه فرنسا قلعة الديمقراطية عمود الخيمة فيما يتعلق بالحرية وفيها لقين النسبة الأكبر من شعبها موافقة على فرض الطوارئ صحيفة لوفيجارو الفرنسية أجرت استطلاعا للرأي بالاشتراك مع شركة آيفوب عن مدى التقبل الشعب الفرنسي لفرض حالة الطوارئ للسيطرة على الأحداث والتغلب على حالة القلق الموجودة في الشارع نتيجة الاستطلاع جاءت بأنه 69% من الشعب الفرنسي يؤيدون إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد أحداث العنف الأخيرة اللي شاهدتها فرنسا الرغبة في فرض الطوارئ ووضع مزيد من القيود بيرجعها البعض للأزمة الاقتصادية التي تدفع البعض لفعل أي شيء الفرنسيين أبناء قلعة الحريات يفضلون حالة الطوارئ تلك الحالة التي كانوا يرفضونها ويهاجمون دول العالم المختلفة اللي بتطبقها رغم أن بعض الدول كانت تفرضها لأسباب تتعلق بالإرهاب أسباب مستديمة كمان لكنهم لم يتحملوا الاحتجاجات والطلبوا فرض حالة الطوارئ بكل ما يتبعها من إجراءات استثنائية وتقييد للحريات العامة والخاصة بالمناسبة بدون الطوارئ الأرقام المعلنة من قبل وزارتها الداخلية والعدلة حتى صباح الثلاثاء بلغت حوالي 3486 عملية توقيف أو اعتقال يعني منذ السبع والعشرين من يونيو من بينهم 1244 من القصر هل تعتقد أن فرنسا كانت ستسكت لو وجدت دولة أخرى في الشرق الأوسط أو في غير الشرق الأوسط دولة تراها دولة صغرى تعتقل 1244 قاصر فيه أحداث عنف بعد الفصل نتعرف على الجانب الاقتصادي أو المحرك الاقتصادي الذي يدفع كل شيء حتى الاحتجاجات في كل أزمة كبرى وفي كل احتجاج يقع في أي دولة علينا أن ننظر إلى الاقتصاد الاقتصاد في نظر الكثير من الفلسفة والمفكرين هو محرك الأحداث الأول هو من يشعلها وهو من يتحكم في أعداد من يخرجون فيها في احتجاجات فرنسا هناك أكثر من مؤشر اقتصادي بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية مقارنة بالعام الماضي إلى أن هناك ضغوطات اقتصادية داخلية تشكل أزمة حقيقية معدلات التضخم مرتفعة بشكل كبير خلال الربع الأول من هذا العام تظل أعلى من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وهو ما يعني أنه ما زالت هناك ضغوط يمارسها التضخم على المواطن الفرنسي التضخم يتحرك معه في خط موازي عجز حكومي واضح ترتب على زيادة الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع في أسعار الفائدة وهو ما شهده الاقتصاد الفرنسي حيث ارتفع سعر الفائدة إلى 4% في يونيو 2023 مقارنة بصفر في المية في يوليو 2022 يعني بعد سنة واحدة هذا الارتفاع تسبب في التأثير على الأنشطة الاقتصادية نتيجة لارتفاع التكلفة كما تسببت موجة اتفاع أسعار الطاقة التي ضربت العالم عقب الحرب الروسية الأوكرانية في أزمة داخل فرنسا أسعار الطاقة في 2022 كانت بطلة الأحداث في فرنسا وبطلة الاحتجاجات في فرنسا في أواخر عام 2022 اللي شهدت عدد من الاحتجاجات والتظاهرات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات اللي كانت بالمناسبة أقل بكتير مما عليه الآن سعر البنزين 2.1 دولار لكل لتر في يونيو 2023 بالمقارنة بـ 1.77 في أكتوبر 2022 الارتفاع الضخمة في أسعار الطاقة كان من الدوافع لأشعارة التظاهرات ودفعات المتظاهرين أو المحتجين للمطالبة بتخفيض أسعارها بالمناسبة الديون الخارجية برضو كانت أحد أسباب الأزمة الاقتصادية في فرنسا حيث بلغت نحو 6.8 تريليون يورو في مارس 2023 وكما نعرف في أن الديون الخارجية الفرنسية بتستنزف جزء كبير من إرادات الدولة في خدمة هذه الديون يعني ومن معدلات النتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين وهو ما شكل بدوره ضغطا كبيرا على الدولة الفرنسية في ظل الاحتجاجات الرهينة وفي ظل زيارة انفاقها العام على مشروعات عام كل هذه الأمور أثرت وفرضت ضغوط على المواطنين الفرنسيين خاصة الذين يعيشون في المناطق الفقيرة ودفعتهم للخروج مهما كانت النتائج ولكن النتائج فقط توقعات من خرج للتظاهر دعونا نتابع الفيديو جراف التالي ثم نعود إلى حضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالتأكيد من خرج لم يدرك العواقب مسبقا الاحتجاجات وأثار الشغب سيترتب عليها ارتفاع أكبر في عجز الموازنة ومن المتوقع أيضا زيادة الانفق الحكومي لإعادة ترميم المباني اللي ضمرت وتحقيق الاستقرار للاقتصاد الذي يحتاج بكل تأكيد إلى ضخ المزيد من الأموال ليعود إلى وضعه الطبيعي وحالته الطبيعية ولكن إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد الفرنسي سيفقد جزء مهم من عائلات السياح تطبيعي طبعا ومنطقي لأن أعمال التخريب والتدمير لها تأثير سلبي على إقبال السائحين وأي دولة بتحصل فيها نزاعات أو اشتباكات أو احتجاجات أو أي أعمال عنف ونهب وصرقة بيبتعد عن هالسائح لأنه بيخاف على حياته ولأنه رايح يتبسط طبيعي ومنطقي السائح يريد متعة ويبحث عن راحة ميروحش يدور على اشتباكات وألأ لذلك قام العديد من السائحين بإلغاء الحجزات في جميع المناطق التي تشهد أعمال العنف السياحة مش هتبقى هي القطاع الوحيد المتأثر هناك أنشطة أخرى ستتأثر بقوة وهو ما سيصيب الموازنة بصفة خاصة والاقتصاد الفرنسي بصفة عامة بعجز شديد في الواقع خبراء الاقتصاد الفرنسيين بيعتبروا ما حدث خلال التظاهرات الفرنسية مشكلة ستزيد من الأزمة الاقتصادية الأمر الذي يتطلب من الحكومة الفرنسية أن تتخذ إجراءاتها بحكمة للحفاظ على أمن واستقرار فرنسا ده من ناحية ومن ناحية تانية إنقاذ الاقتصاد ولكن الأهم هو القضاء على السبب الرئيسي الذي يجعل البعض يغضب ويعبر عن غضبه بعنف بعد الفاصل الاحتجاجات في فرنسا تنتظر من يوقذها دوالي الاحتجاجات في فرنسا مع اختلاف أسبابها بيؤكد أن هناك مشاكل متركمة تنتظر لحظة الانفجار مشاكل تشبه الفتنة النائمة التي تتلهف للحظة أن يوقذها أي طرف أو أي ضرف أو أي حدث وزير الداخلية الأسبق جيرار كولوند سبق له وأقر بأن جزء من الضواحي في طريقه إلى التحول إلى جيتوهات الوصف الذي قلته في بداية الحلقة وهناك أيضا ما قاله رئيس الحكومة الأسبق إمانويل فالس اللي تحدث عن فصل عنصري مقنع أبرتادي يعني واعترف بتوقع الانفجار في أي لحظة مؤكدا أنه يكفي لذلك شرارة صغيرة محللون سياسيون تحدثوا عن الشرارة ورصدوا الفارق بين تداعيات الشرارة التي فجرت الاحتجاجات سنة 2005 وبين الأحداث الأخيرة والاحتجاجات التي تبعها العالم لحظة بلحظة في الحقيقة التشابه الوحيد كان في تعامل الشرطة ولكن الفارق كان كبير في نوع المحتجين وفي طريقة تعبيرهم عن الاحتجاج في 2005 المحتجين خرجوا للشوارع وعبروا عن غضبهم وطلبوا السلطات السياسية بحقوقهم ولكن الآن الأمر مختلف حسب ما بيشوف الخبراء والمراقبين مفيش متظاهرين بتحركهم مطالب ظهر للجميع أعمال شغب، تخريب، سرقة، نهب الأمر وصل إلى مرحلة اقتحام منزل عمدة جوزيف جوريه صاحب أحد محلات التبغي اللي تعرض لها المحتجين روى تفاصيل صعبة جدا عن محلة له حكى الحكاية وقال أنه تعرض له هجوم من عشر أشخاص ليلة الخميس خدوا كل حاجة يقدروا ياخدوها ثم أحرقوا كل ما تبق الكلام هنا في صورة غضب الشديدة بتعبر عن رغبة في الانتقام، رغبة في التدمير، مش مطالب، مش رغبة في الإصلاح، مش رغبة في التعديل والتغيير الخبراء بيكلموا عن الأوضاع في الداخل وبيوصفوها بأنها في غاية الهشاشة وأنه الانفجار السياسي والاجتماعي على الحافة لأن الحكومة سرعت في تفكيك النسيج الاجتماعي دون أي اهتمام بمبادئ الديمقراطية ودون أن تصغي إلى المطالب كما أنها لم تأخذ في الاعتبار معارضتهم لبعض القوانين اللي بتتعلق بيهم شوية شوية نتج شعور بأن الدولة لا تصغي وأن الحكومة مش عايزة تسمع أي حاجة الحكومة قدمت إحصاء يوم الثلاثاء عن الخسائر قالت فيه أنه الهجمات 13 مراكز تسوق 200 سوبر ماركت 60 متجر لبيع المستلزمات الرياضية وحوالي 440 متجر لبيع التبغ و370 فرع للبنوك وإيتي أمس وحاجات في تصريح لقناة فرانس إنفو أعلنت رئيس الاتحاد فلورنس لوستمان أنه شركات التأمين طلقت 5800 مطالبة بقيمة 280 مليون يورو اللي هم 305 مليون دولار يعني على الأقل رقم أعلى بكتير من أعمال الشغب اللي استمرت 3 أسابيع في فرنسا سنة 2005 واللي بلغ مجموعة مطالباتها التأمينية 244 مليون يورو يعني 222 مليون دولار فرق واسع حوالي 100 مليون دولار جانب آخر من الأزمة يتعلق بالفئات العمرية اللي شاركت في الاحتجاجات في السابق كانت المطالب تتعلق بفئات عمرية تبحث عن عمل ناس يعاني من البطالة دلوقتي في مراحل عمرها أصغر تتراوح ما بين 13 و14 هناك ميراث من الغضب الأزمة الأكبر في احتجاجات فرنسا هي عملية تصدير الثورة اللي ظهرت على أرض الواقع الشرارة انطلقت من فرنسا ولكن النسيج الأوروبي كله يعاني من نفس المشكلة فوصل الأمر إلى بلجيكا ووصل إلى سويسرا هنا بدأت أوروبا تشعر بالقلق ويجب على أوروبا أن تشعر بالقلق صحيح أن المظاهرات لم تكن بالكم والكيف الذي ظهر في باريس ولكن مجرد ظهور هذا النوع من الاحتجاجات كان حدث يمكن أن يتكرر بشكل أكبر وأسأل لدرجة أن خبراء علم الاجتماع السياسي بتحدثوا الآن عن جدوى المساعدات الاجتماعية التي كانت تقدم للمهمشين مؤكدين أنه من الواضح أنها لن تصمد ولم تعد مهمة في عملية شراء الولاء أو على الأقل إسكات هؤلاء المهمشين مشكلة ضخمة تسعى فرنسا وبجانبها دول كثيرة معرضة في دراستها خاصة مع اللجوء للعنف المبلغ فيه من جانب المحتجين والذي قدم له البعض تفسيرات تتعلق بالارتباط بالمجتمع الموازي المجتمع الموازي بيقصدوا به هذا العالم الذي يعمل خارج القانون من هم من يعتمد على تجارة المخدرات أو خلافه هؤلاء الذين يتظاهرون بشكل عنيف وهم اللي بيفرضوا سيطرتهم في الأحياء بالعنف والترهيب هم اللي بيقودوا هذه المجتمعات من المهاجرين والمهمشين وبيوجهوها نحية العنف اللي بيمرسوه أحيانا على سكان الأحياء الخوف من هؤلاء لأن احتجاجاتهم لا تحمل الشعارات واللافتات اللي هي فيها مطالب سواء سياسية أو اجتماعية الخلاصة أنه الأوضاع في فرنسا شديدة الصعوبة شديدة الخطورة هناك مهمشون يعيشون على الحافة يمكن أن تنفجر ثورة غضبهم في أي لحظة وحصل وبيحصل هناك ظروف اقتصادية تضرب العالم أجمع وحكومة تعرف أصل المشكلة بقي أن تتخذ من الخطوات ما يعالج الأصل حتى لا تتجدد الاحتجاجات كل فترة بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجيكم بالمنطق وإلى لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس الموعد على نفس الشاشة شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر